موسيقى النشرة الاقتصادية من الاخبارية السورية اهلا بكم ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها برئاسة المهندس عيمد خميس رئيس مجلس الوزراء ناقشت المسودة الاولية لمشروع قانون الجمارك مستعرضين بنود المشروع الجديد وتفصيلاته تفاصيل اوفا في التقرير التالي ناقشت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها برئاسة المهندس عيمد خميس رئيس مجلس الوزراء المسودة الاولية لمشروع قانون الجمارك واستعرضت بنود المشروع الجديد وتفصيلاته حيث تم التأكيد على ضرورة ان تخلص المناقشات الى وضع قانون عصري متطور للجمارك يحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية وينظم عملية نقل البضائع والمنتجات المجتمعون ناقشوا التفصيلات المتعلقة بمدى مطابقة مشروع القانون المقترح للأهداف التي تم وضعها واحداث الهيئة العامة للجمارك بهدف اعادة هيكلة قطاع الجمارك بنيويا واداريا لادارة الجمارك ليضمن تمثيل جميع الجهات المعنية في المجلس بالاضافة الى آليات الحد من التهريب والغرامات والعلاقة مع المالية والضرائب وعمل الضابطة الجمركية وخلال الاجتماع اكد المشاركون انه تم الاطلاع على قوانين الجمارك في الدول الاخرى للاستفادة منها وتم مشاركة الاقتصاديين والخبراء الجمركيين باعداد هذا المشروع واطلاع الجهات المعنية بمبادئه وابداء ملاحظاتهم لضمان الخروج بصيغة متطورة ومثالية وقانون متميز للجمارك ويعتبر مشروع قانون الجمارك الحالي والذي يتضمن ثلاثمائة مادة من اضخم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها حاليا حيث شارك باعداد المسودة الاولية للمشروع جميع الجهات المعنية وتميزت بوجود افكار جديدة وتم الاستفادة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها في الفترات السابقة بهدف الخروج بأفضل الصياغ لهذا المشروع وفقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على دراسة المرفقة من قبل وزارتي الزراعة والصناعة لإعادة احياء تربية دودة الحرير واستراتيجية العمل المتكاملة لإعادة احياء ذلك القطاع والصناعة المرتبطة به والخطة التنفيذية لذلك المشروع وتم تكليف هيئة التخطيط وتعاون الدولي بتدقيق دراسة الجدوة الاقتصادية المعدة لذلك للتنصيق مع الجهات المعنية والاسيمة وزارات الزراعة والصناعة وشؤون الاجتماعية وموافاة اللجنة بالنتائج ليصار القرار بما يلزم كشف وزير الزراعة والاصلح الزراعي المهندس احمد القادري بانه سيتم البدء بتوزيع دفعة الثانية من السمادة التي وصلت الى مرفأ طرطوس على الاخوة الفلاحين خلال ثلاثة ايام عن طريق المصرف الزراعي في المحافظات وذلك بعد ان انهت اللجان المكلفة في المرفأ بفحص وتحليل العينات المصحوبة من المادة قبل توزيعها القادري اوضح ان الدفعة الحالية بلقت كميتها 31.332 طن وستكون اسعارها منافسة قياسة مع الاسعار الرائجة في السوق حاليا ومن المقرر ان توضع الدفعة الثالثة من المادة بأيدي الفلاحين مع بداية الاسبوع الاخير من شهر نيسان واول شهر ايار منوها ان نوعية هذه الاسمدة تناسب مزروعة القمح البطاطا الشواندر السكري الخضروات والاشجار المثمرة بيّن مدير المصالح العقارية برفي دمشق سالم عثمان ان عدد العقود العقارية خلال العام الماضي وصلت الى 30.734 عقدا وقيمة الرسوم العقارية المستوفات من خلالها بلغت اكثر من 322 مليون و221 ألف ليرة سورية عثمان اشار الى ان القيود العقارية والتركات والمطابقات والسندات خلال العام الماضي تجوزت 420 ألف قيد موضحا ان المدرية ودوائرها كافة ملتزمة منذ نحو 4 اشهر بالعمل على تقديم خدمة القيد العقاري خلال 24 ساعة حيث يتم تقديم الطلب من قبل المراجع ويحصل عليه خلال 24 ساعة من لحظة تقديمه قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي ان بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على اساس سعر بين 55 و 57 دولارا للبرميل الواحد من النفط ويبلغ سعر برميل النفط من الموازنة المالية الحالية 40 دولار هذا وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية الى ما بين 140 الى 150 مليار جنيه في موازنة 2017-2018 وبزيادة بين 40 الى 50% اعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية جهوزية من عدن الكاملة لاستقبال حركة الحاويات والبضائع المؤسسة اوضحت في بيان ان ما يميز ميناء عدن هو قدرته الاستعابية لكل انواع البضائع ونشاطات الملاحية اذ يعتبر المرفأ الوحيد في اليمن الذي يستطيع التعامل مع كل انواع البضائع من دون استثناء كما يقدم خدمات اخرى كثيرة للصفن مثل التموين بالوقود والمياه والصيانة والبقاء للانتظار وتبديل البحارة الى جانب خدمة البحث والانقاذ قال رئيس مكتب الادارة والموازنة في البيت الابيض ميك مولفاني ان نسخة تفصيلية من موازنة الرئيس الامريكي دولانت ترامب والتي اطلق عليها اسم امريكا اولا ستنشر في ايار وتتضمن خططا لتخلص من العجز مولفاني اقر بان الموازنة لن تحقق تعادلا في السنة المالية المقبلة 2018 لكن الارادة تريد وضع البلاد على مسار تخلص من العجز المالي في نهاية المطاف مضيفا انه يتم العمل على محاولة الوصول بها الى التوازن خلال عشر سنوات ننتقل الان مشاهدين الى اسعار العملات الرئيسية مقابل الليرة السورية سوية نلاحظ بان الدولار الامريكي بالنسبة للحوالات الشخصية هو عند مستوى 514 ليرة و85 قرشا سوريا اما بنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 517 ليرة و42 قرشا سوريا اليورو بنسبة للحوالات الشخصية هو عند مستوى 544 ليرة اما بنسبة لشركات الصرافة فهو عند مستوى 556 ليرة و77 قرشا سوريا ننتقل الآن مشاهدين إلى أسعار الذهب سوية نلاحظ بأن أسعار الذهب وصلت عالميا إلى حدود 1131 دولار و 31 سنت للأنصة الوحيدة أما بنصبه لأسعار الذهب في السوق المحلي جرام الذهب عيار 21 أصبح بـ 18700 ليرة سورية جرام الذهب عيار 18 وبحدود 16029 ليرة سورية الليرة الذهبية السورية عيار 21 أصبحت بـ 156 000 ليرة سورية ننتقل الآن مشاهدين إلى قطاع النفط سوئية نلاحظ بأن خام برينت وصل إلى حدود 51 دولار و 16 سنت للبرميل الواحد أما بالنسبة للخام الأمريكي فهو عند مستوى 48 دولار و 7 سنتات للبرميل الواحد مشاهدين هذا كل ما في جابتنا من أخبار الاقتصادية